بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى من الله أن تصحيكم دروسة الإلكترونية هذه من مدرسة ورية الإفتراضية وأنتم في تمام الصحة والاستعداد لسماء هذه الإدروس والاستفادة منها ونخص للذكر منكم طلابنا طلاب صفصاء السانوي العلمي المنهاج الليبي فريد وشعب العلم الأساسية أخوتي الطلاب أعزائي يا من تهتمون وتدرسون وغايتكم النجاح في هذه الدنيا والآخرة نبص لكم هذه الدروس ونخص بها طلابنا طلاب المنازل طلاب الأحرار الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المدارس في بلدنا الحبيب السورية وفي كافة أنهاء العالم والوطن العرمي أعزائي إن هذه السلسلة متكاملة وندرس فيها ونشرح دروس هذا المنهاج كله وأخص بالذكر مادتي مادة الفيزياء حيث اتفقنا نحن والطلاب وهذه رغبة الأكثرية على أن نعطي الكتابين سوية بحيث ننهي كل فصل من فصول الكتاب الأول ثم نبدأ بفصل آخر في الكتاب الثاني وهكذا حتى نتماشى مع الوقت في الكتابين السوية فشرحنا الوحدة الأولى والثانية في كتاب الكهرباء وشرحنا كذلك الفصل الأول في كتاب الميكانيك وأنهينا تمارينه إذ كانت تمارينه كثيرة واليوم نتابع الفصل الثاني في هذا الكتاب كتاب الميكانيك والفصل الثاني عنوانه الاحتكاك هذا البحث يتضمن عندي الدروس ونبدأ اليوم في درسه الأول في الفصل الثاني الاحتكاك وترتيبه بين دروس الميكانيك والدرس الخامس عشر ملخص هذه الدروس وعناوينها الهواص الأساسية لقوة الاحتكاك والدرس الثاني هو حد الاحتكاك أما الدرس الثالث فهو مجموعة من التمارين عن الدرسين السابقين الاحتكاك وخواصه والدرس الرابع هي مسائل محلولة في الكتاب تهتوي على الاحتكاك ومفاهيمه ومن خلال المسائل محلولة والتمارين محلولة نأخذ بعض القوانين واستنتج بعض القواعد الهامة في الميكانيك إذن طبيعية شرح هذه الكتب الاستخلاص لم يكن فيه كمنهائل من الدروس النظرية وإنما هي أمثلة محلولة من خلال هذه الأمثلة المحلولة نستوحي ونستنتج قوانين الميكانيك ونهاية هذا الفصل هي تمارين أيضا عن الجزء الثاني من هذا الدرس تمارين بإثنين نبدأ بهذا الدرس الأول وهو الاحتكاك ونعطي مقدمة في هذا الدرس بحيث نشرح نحية النقاط الأساسية التي يجب على الطالب أن يكون فهمها من خلال شرحنا لهذا الدرس وأن يركز عليها وأن تكون أشياء أساسية إذن من خلال تنولنا في هذا الفصل قوى الاحتكاك بالتفصيل علينا أن نكون قد وصلنا للطالب وفهمنا الطالب واستوعب منا الطالب نقاط عدة النقطة الأولى أن يتعود الطالب على كتابة الصيغ الرياضية للاحتكاك ويفهم خواص قوى الاحتكاك هذه هي النقطة الأولى في الدرس الواجب على الطالب أن يكون ركزها وفهم هذه النقطة الأساسية نعود ونقول أن تتعود يا طالب على الصيغ الرياضية للاحتكاك وتفهم خواص قوى الاحتكاك هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية فهي أن تفهم فكرة ومعنى نهاية الاتزان إذن أن تصلك فكرة ومعنى نهاية الاتزان إلى متى يبقى الجسم متوازن ومتى تنتهي فترة الاتزان والاستقرار هذه الفكرة الثالثة والبند الثالث تعرف ما المقصود بمعامل الاهتكاك وهذا المعامل الاهتكاك قانون هام سنستخرجه سوية ونصل إليه ونستخدمه في حل المسائل وأن يكون قادرا الطالب على استخدام معامل الاهتكاك بعد أن يكون فهمة وعرفة قانون هذا المعامل الفكرة الأخيرة التي نبتغي الوصول إليها من هذا الدرس هي أن يكون قادرا على حل مسائل تتضمن هذه المسائل الحركة والاتزان والتي تكون قوى الاهتكاك إحدى القوى المؤثرة على الجسم عزائي الطلبة هذه البنود الأربع وهذه النقاط الأربع هامة غايتنا وابتغانا أن نوصلها إلى الطالب وأن يتفهم ويستطيع أن يتلاءم ويعتمد على مفهوماته من خلال هذه النقاط أي تكون ركيزة لديه في علم الميكانيك ونخص بالذكر درس الاحتكاك وهو الفصل الثاني الآن نبدأ بالفقرة الأولى بعون الله في هذا الدرس وهي بعنوان الخواص الأساسية لقوة الاحتكاك ما هي أهم الخواص الأساسية لشرح هذه الفكرة نبدأ بأخذ مثال عن قوى الاحتكاك هذا المثال يقول تخيل أنك تحاول جر صندوق ثقيل على مستوى أفقي إذن نشبه هذا الشخص الذي يجر الصندوق بيد واحدة وهو الصندوق على مستوى آخر وبين الصندوقين أو بين الأرض والصندوق احتكاك إذن صندوق ثقيل إذن هناك احتمالين من خلال جر هذا الشاب للصندوق لدينا احتمالين من يتوقع ما هما الاحتمالين نعم الاحتمال الأول أن تكون قوة الرجل كافية ويستطيع جر الصندوق أما الاحتمال الثاني أن يكون ضعيفاً هذا الرجل ولا يستطيع إلا استخدام يد واحدة وليس له المقدرة في جر هذا الصندوق إذن ما هما الاحتمالين من يعيد الاحتمال الأول أن تكون قوة الرجل أو الشاب كافية لجر الصندوق وتحريكه باتجاه الذي يبتقيه ويرغب به أما الاحتمال الثاني أن يكون ضعيفاً لغاية لا يستطيع تحريك الصندوق فيه لنرغب يحدث أحد الأمرين أو الاحتمالين ما هو الأمر الأول من يتذكر الأمر الأول فإذا كان الشد قوياً سوف يبدأ الصندوق بالحركة في اتجاه قوة الشد هذا الاحتمال الأول أما الاحتمال الثاني إذا كان الشد ضعيفاً فسوف يبقى الصندوق مكانه ولن يتزهزه توضحت الفكرة عزائي واضح؟ إذن أمامنا خيارين إما أن يكون الشد كافياً ويبدأ الصندوق بالحركة أو أن يكون الشد ضعيفاً ويبقى الصندوق مكانه لا يتحرك ماذا يستخرص من هذا الكلام هناك خلاصة هامة جداً أعزائي الطلب ما هي هذه الخاصة أن قوة الاهتكاك عكس قوة الشد وهذه نقطة هامة جداً وستتكرر معنا أكثر من مرة نركز عليها من الآن لأنها قد تكون سؤالاً في الامتحان قوة الاهتكاك أو قوة الاهتكاك دائماً عكس قوة الشد وهذه القوة تؤثر أيضاً أفقياً في المستوي مثلما يشد الرجل الصندوق أفقياً هناك قوة عكس قوة هذا الرجل وهي قوة الاهتكاك المنطبقة على الأفق أو المستوي واضح؟ نعيد النتيجة بشكل آخر اتجاه قوة الاهتكاك عكس اتجاه الحركة نعم أعزائي تمنى أن تكون وصدكم الفكرة وتركزوا بهذه المعلومة هامة جداً في حل التمارين والمسائل أما الفكرة الثانية فالآن سنعيد القوة المؤثرة على هذا الصندوق سنأخذ شكلاً جديداً للصندوق نوضح فيه القوة المؤثرة وسنجد من خلال دراستنا لهذا الصندوق أن هناك أربعة قوة تؤثر على الصندوق نأخذ الشكل ما هي القوة الأربعة؟ نعم إثنتان منها أفقية قوة الشد باتجاه الأمام أو اليمين وقوة الاحتكاك معاكسة لقوة الشد باتجاه اليسار أو الخلف إن بقي الصندوق مستقراً فإن القوتان متساويتان متعكستان وإن كان هناك حركة باتجاه قوة الشد فنطبق على هذه القوتين قوى مجموعة القانون الأساسي بتحريك أو مجموعة القوى ساوي إن بي آ هذه القوى درسناها في أول درس وفقية تماماً لا يوجد فيها أي مين ولا زاوية أيضاً هناك قوتان اثنتين شاخليتين أو رأسيتين وهي قوة الاتصال العمودية آر للأعلى وقوة الوزن أو السقل للأسفل ودائماً هاتين القوتين متساويتان متعكستان في حال الرأس تماماً بدون أي مين وبدون زاوية إذن قوة الاتصال العمودية في هذه الحالة تساوي الوزن وتعكسه في الاتجاه وصلت الفكرة نعم أتمنى ذلك الآن عند جر الصندوق بقوة كافية لتحركه تكون قوة الاحتكاك أقل من قوة الشد جيد من يستطيع عكس هذه العبارة أو قراءتها بشكل آخر تبقى صحيحة لكن قراءتها بشكل آخر الإجابة عندما تكون قوة الشد أكبر من قوة الاحتكاك يحدث جر الصندوق عند جر الصندوق بقوة كافية لتحركه تكون قوة الاحتكاك أقل من قوة الشد نعم إذن قوة الشد عندما تكون أكبر من قوة الاحتكاك يحدث جر الصندوق توضع الفكرة أتمنى ذلك هنا ينشأ تعريف وهذا التعريف سنستخلصه من خلال شرح لهذه الفقرة هي نهاية الاهتكام كيف نعرف نهاية الاهتكام إذن هناك تعبير يتعرف من خلاله بنهاية الاهتكام انتبهوا إلى هذا الشرح لنصل إلى نهاية الاهتكام عندما يلامس سطح لجسم ما سطحا ثابتا كالصندوقين صندوق متحرك والآخر ثابت وهناك قوة تحاول تحريك هذا الجسم رجل يحاول شد الصندوق العلوي على السطح ستقوم قوة الاهتكام هذه الحركة بقوة معاكسة لاتجاهه فإن كان الشد يمينا فإن قوة الاهتكام الحركة يسار نعم تبهوا هنا ينشى التعريف ولا تتعدى قوة الاهتكام مقدارا معين إذن قيمة قوة الاهتكام ذات مقدار معلوم محدود محدود وليس بكبير إن كان كبير أو ذا قيمة كبيرة غير محدودة لا تحدث حركة لا تحدث حركة فيجب أن تكون نهاية الاهتكام قريبة قليلة قيمة الاهتكام مقبولة انتبهوا وكثيرا من الأحيان أعزائي الطلباء كثيرا من الأحيان في المسائل تهمل قوة الاهتكام إذن عندما نهمي قوة الاهتكام معنى ذلك أنها ذات قيمة صغيرة فانتبهوا إذن دائما قيمة قوة الاهتكام مقدارا معينا لا تتعدى ذات قيمة محدودة حتى تتم الحركة فنهاية الاهتكام هي عبارة عن قيمة ذات مقدار معين محدود ونصل لنهاية الاهتكام عندما يبدأ الجسم بالحركة يتهي أو نتجاوز قيمة حد الااهتكام عندما يبدأ الجسم بالحركة وكسر السكون أما هي السكون بدأ الجسم يتزحزح معنى ذلك بدأت الحركة السؤال متى يبقى الجسم في حالة اتزام إلى متى يبقى الجسم منتزم متى يبقى الجسم في حالة اتزام الاتزام السكون انتبهوا إلى هذه الاتجابة إذا كان جسم في حالة سكون واتزام مع قوة الاهتكام التي تقول لها مقداراً أقل من نهاية قيمتها إذن يبقى الجسم منتزم طالما هناك القوة قوة الجر قوة الشد أقل من حد الاحتكام أقل من قيمة الاحتكام متى بدأ الجسم بالحركة معنى ذلك أن تجاوزنا قيمة قوة الاحتكام اتبهوا إلى هذه النتيجة إن الجسم في نهاية الاتزام يكون على وشك الحركة وصلت هذه النتيجة إن الجسم في نهاية الاتزام على وشك الحركة وصلت فكرة أتمنى ذلك أعزائي الطلبة نأخذ مثالاً عددياً محلولاً نناقش من خلاله بالأرقام ماذا تعني عملية أو قانون الاحتكام وضع برميل للنفايات كتلته 20 كيلو جرام على مسار يميل بزاوية مع الأفق وكانت نهاية قوة الاحتكام بين البرميل وسطح المستوي 50 نيوتر السؤال هل ينزلق البرميل على المستوي؟ الطلب الثاني فإذا أثرت قوة موازية لسطح المستوي على البرميل جعلته على وشك الحركة إلى أعلى المستوي أوجد مقدار هذه القوة لنرى بالرسم هذه المسألة هناك برميل للنفايات كتلته 20 كيلو جرام فما هو وصنه؟ كم هو ثقله؟ نعم الإجابة 200 نيوتر W 200 نيوتر يميل بزاوية مقدارها 13 درجة فكم هي متميمتها؟ متميمتها هذه الزاوية متميمت الزاوية هنا 77 درجة لماذا؟ لو سقطنا هذا الجسم إلى هنا أحمودياً لكانت مكان السهم 90 درجة و13 130 نطرحهم من 188 كان من 180 كانت جواب 7 و7 هذه زاوية متميمة نعيد قراءة المسألة وضع هذا البرميل للنفايات كتلته 20 كيلو جرام على مسار يبيب زاوية 13 درجة ما الأفقي وكانت نهاية قوة الاحتكاك بين البرميل وسطها المستوي 50 نيوتر أعظم قيمة أكبر قيمة للاحتكاك 50 نيوتر السؤال هل ينزلق البرميل على المستوي؟ لنجد عسائي هذا البرميل إن كان في حال حركة معنى ذلك أن هناك قوة قوة تجره لكن حتى يتزين حتى يتزين فنجد كم هي قوة التي تجر هذا البرميل انتبهوا عسائي إن كانت قوة جر البرميل وهي أنا ذكرت الطلاب أذكركم الآن البرميل إذا لا يوجد أي شيء يحركه لا توجد قوة تدفعه فإن سبب حركته ستكون مركبة السقل على الأفقي هنا مركبة السقل هذه مركبة السقل هذه هنا هذه القطعة وهي عبارة عن الوتر لوي ذابليو ميتين نيوتون في كوصاين الزاوي سبعة وسبعين هذه هي سبب الحركة هذه هي سبب الحركة فإن كانت أكبر من خمسين لن زلق الجسم نحو الأسفل لأنها القوة أكبر من قوة الاهتكام لكن إن كانت القيمة أقل من خمسين فيبقى البرميل متزنا لأن القوة الشد أو القوة المسببة للحركة أقل من قوة الاهتكام لنبدأ الحل وأتمنى أن تفهموا حل هذا المساء إذن في البداية ما هي القوة المؤثرة على البرميل هي ثلاثة قوة قوة وزنه وهي دابليو عبارة عن ميتين نيوتون وهي تصنع زاوية قائمة مع الأفق وقوة رد الفاعل وهي معامدة وهي معامدة إلى المستوي أمودي على قوة الاهتكام لكن قوة السقل بما أنها مديع الأفق وما إلى على مستوي الحركة فتحلل إلى مركبتين مركبة إلى الأسفل هي سبب الحركة ومركبة أخرى رأسية وشاقورية تساوي آر وتعاكسها تحلل قوة الثقل إلى مركبتين مركبة هي سبب الحركة ومركبة هي تساوي وتعاكس قوة الاتصال الرأسية تمنى أن تتضح لكم هذه النقطة نعم إذن هناك ثلاث قوة قوة الثقل قوة الاتصال الرأسية قوة الاهتكام إذن طالما الجسم متوازن طالما الجسم متوازن نحلل الوزن أو الثقل إلى مركبتين ما هم المركبتين نتبه إليهم إحدهما في اتجاه المسار موازية للمسار وهي عبارة عن الثقل ميتين بكوساين المجاور دابليو سبعة وسبعين إذن دابليو بكوساين سبعة وسبعين أو ميتين اللي هي مركبت الثقل أو الثقل بكوساين الزاوي هذه المركبة هي سبب الحركة التي سندرسها مع قوة الاتصال الرأسية أما المركبة الثانية فهي عمودية على آر ولكن تعاكسها في الاتجاه أعود وأذكر تحليل الوزن إلى مركبتين إحدهما في اتجاه المسار والأخرى مدية عليه تكون مركبته في اتجاه المستوي وتساوي هي أحكينا عنها هي سبب الحركة وهي عبارة عن هنا هذه القطع سبب الحركة عبارة عن ميتين بكوساين سبع وسبعين بالحسبان بالآلة حاسبة نأخذ كوساين سبع وسبعين نضربها بميتين سيكون الجواب خمسة وأربعين نيوتون إذن قوة الاتجاه في اتجاه مع القوة خمسة وأربعين نيوتون القوة التي ستسبب الحركة خمسة وأربعين نيوتون سؤال هل سيتم حركة برميل أم لا ولماذا الإجابة لا لن يتحرك البرميل ما سبب ذلك السبب إن قوة الجر التي تسبب الحركة وهي مركبة السقال خمسة وأربعين هل هي تساوي قوة الاهتكاد أم أكبر أم أصغر بحيث قوة الاهتكاد خمسين خمسة وأربعين أقل من خمسين إذن لن يتم أو لن تتم الحركة ويبقى الجسم لن ينزرق إلى الأسفل إذن الإجابة سوف لن ينزرق الجسم لأن القوة التي تسبب الحركة الناجمة من مركبة السقال أقل من نهاية الاهتكاد توضع الصورة تمنى ذلك أعزائي الطلبة لن تتم الحركة لأن القوة التي ستسبب انزلاق البرميل للأسفل أقل من قوة الاهتكاد التي هي خمسين نوتون بحيث كانت خمسة وأربعين نعم الآن سنبدأ بطلب آخر قبل أن ننتقل إلى الصفحة التالية فإذا أثرت قوة موازية لصفح المستوي على البرميل وجعلته على وشك الحركة إلى الأعلى وهنا سنسميه في هذا المنهاج انزلاق للأعلى نحن نعلم في منهاجنا أو في مفهومنا الانزلاق يكون نحو الأسفل هنا في السؤال يقول على وشك الحركة إلى الأعلى أعلى المستوي إذن الآن سنربط البرميل بحبل ونجره للأعلى عزائي من الآن أقول لكم ستصبح هناك قوتين معاكسة لعملية الجر في البداية في هذه الرسمة رسمنا قوة الاهتكاد للأعلى لنحسب هل البرميل سيتحرك لذاته أم لا لكن عندما نحن نحاول إجبار البرميل على الحركة ستصبح حسب المفاهيم السابقة إن قوة الاهتكاد ستعاكس الحركة وستصبح نحو الأسفل حسب المفاهيم التي شرحناها في الدرس إن قوة الاهتكاد ستعاكس الحركة الآن نحن نرغب بجر البرميل نحو الأعلى فإذا القوة ستعاكس الحركة سيصبح قوتين للأسفل تعاكس الحركة التي سنجر بها الأعلى البرميل وهي مركبة السقل وقوة الاهتكاد أتمنى أن تكون وضحة لك ذيكم الفكرة ونأخذ شكلا جديدا يشرح هذا السؤال المطلوب معروف أو معرفة قيمة مقدار هذه القوة التي ستحرك البرميل في أي نقطة أو في أي قيمة للقوة سيبدأ بكسر الانتزام بزهزحة الجسم بتحريك الجسم ما هي الأصغر قوة التي تبدأ الحركة فيها كمالة أو تتمية حل المثال المحلوب حيث أن البرميل على وشك الانزلاء إلى الأعلى المستوي وأن قيمة الاهتكاد طبعا هي 50 للأسفل أصبحت واضح؟ وما هي القوة الأخرى التي ستساعد إلى الأسفل وتعاكس الحركة بين الأعلى؟ مركبت السقل إذا مركبت السقل زائد 50 ستعاكس القوة B التي تحاول جر الصندوق أو زرق الصندوق إلى الأعلى إذن إن قيمة الاهتكاد القصوى تساوي 50 نوتون تؤثر في اتجاه حكس الحركة إلى الأسفل وما هي أيضا القوة الأخرى القوة الأخرى هي مركبت السقل وهي 200 كوسين 77 إذا لاحظوا إشارة السالب تدل على أن الاتجاه معاكس لB B للأعلى وخمسي قوة الأعلى التكاد الأسفل ومركبت السقل اللي هي عبارة عن 200 كوسين 77 نقطة الاتزام أو نقطة الزهزحة لن تبدأ الحركة ولكن بدأ الجسم يرتج في نية الحركة معنى ذلك لم تبدأ السرعة لم تبدأ السرعة أخذنا السرعة صفر معنى ذلك أن القوة B ستساوي مجموعة القوتين قوة الأحتكاد ومركبة الثقل نحسب 200 كوسين 77 كانت 45 وخمسون أصبع الإجابة سالب 95 ننقلها للطرف الآخر تصبح بـ 95 نيوتون كما هو واضح إذن النقطة التي سيبدأ الجسم بالحركة فيها أكبر أكبر من 95 ممكن 95.1 ممكن 96 ممكن 100 إذن أكثر من هذا الرقم سيبدأ الجسم بالحركة لغاية 95 الجسم متزم واضح؟ لغاية 95 سيكون الجسم ساكن متزم إذا كانت القوة المؤثرة على البرميل إلى الأعلى المستوي تساوي 95 يكون البرميل في هذه الحالة على وشك الحركة إلى الأعلى لم يبدأ على وشك لكن جاهز أي رقم أكبر من 95 سيساعده على الحركة نحو الأعلى سؤال كم تكون قيمة قوة الاهتكاد عندما يبدأ الجسم في الحركة؟ نعم من يجيد على هذا السؤال؟ كم تكون قيمة قوة الاهتكاد عندما يبدأ الجسم في الحركة؟ حاولوا إجابة على هذا السؤال نعم فكرتم إليكم الإجابة وأتمنى أن تحفظوها لأنها قد تسألون عنها في الأمتحة عندما ينزرق جسم على سطح ثابت تكون قيمة قوة الاهتكاد مساوية للنهاية القصوى وتؤثر في اتجاه عكس الحركة نعيد بالتأني عندما ينزرق جسم كلمة ينزرقون يتحرك وممكن أن يكون الزلاق لهو الأسفل أو الأعلى أي عندما يبدأ الجسم بالحركة على سطح ثابت تكون قيمة قوة الاهتكاد مساوية للنهاية القصوى بدأ الحركة بدأ الاهتزاز في نية أو وشك الحركة تكون وصلنا إلى أعلى قيمة الاهتكاد مجرد ما تحرك الجسم تجاوزنا تعدينا قوة الاهتكاد أي القوة المبزولة أصبحت أكثر من قوة الاهتكاد إذن مساوية للنهاية القصوى وتؤثر في اتجاه عكس الحركة إذن أعظم قيمة تكون بذلتها في ممانعة الحركة لهي قوة الاهتكاد لم يبقى لديها أي مانع لتوقيف الجسم تجاوزت الحركة يبدأ الجسم بالحركة أعزائي هذا درسنا الأول في الفصل الثاني وهو بعنوان الاهتكاد أتمنى أن تكون من خلال شرح هذا الدرس أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس ووصلتم إلى النقاط الأربع التي أوضحناها في البداية أن تكونوا تعلمتم بعض العلاقات الرياضية التي تساعدكم في حل مسائل الرياضيات واستبدال أو الفيزياء طبعا العلاقات الرياضية في الفيزياء كما هو واضح في هذه الصفحة عندما أخذنا في نائس خمسين بمئتين نائس سالة بمئتين بقوصين سبعة وسبعين بقوصين سبعة وسبعين هذه علاقات الرياضية ضمن الفيزياء أيضا أن تكونوا أوضحة لديكم دائما قوة الاحتكاك معاكسة لمن؟ معاكسة للحركة وأن تكونوا تعلمتم على حل المسائل كما حلينا المثال المحلول ومتى يبدأ الجسم بالحركة وما هي أكبر قيمة للاحتكاك التي تمانع الحركة هذه اللقاق وهذا الدرس أتمنى أن يكونوا اتضحة لديكم ووصلكم المعلومة ونشكركم على حسن استماعكم لهذا الدرس ونتمنى منكم المتابعة ليكون هذا مفيدا لكم في دراستكم شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في دروس أخرى إن شاء الله أكثر فائدة وأكثر شرحا وفهما بالنسبة لكم وإلى اللقاء في دروس أخرى إن شاء الله نلقاكم على خير إن شاء الله وإلى اللقاء